خليه بس قبل ما ادخل سطور هذا المقال وهو مقال غاية في الاهمية اقول لك موقفي انا من الاضافة الاسطينية بس عشان كلنا نفهم بعض صح يعني انا من الذين يؤمنون بحل الدولة الثنائية القومية على عكس حكاية تحل الدولتين دي يعني شايف انه دولة ثنائية القومية بش مناسبة انا مؤمن بالحل ده اللي انا مطرحتوش عمري ده حل يعني مطروح من المفكرين وسياسيين وعرب واسرائيليين وعالميين يعني ان دولة تبقى دولة مواطنيها يعني تبقى دولة علمانية لمواطنيها اللي بيبقى رئيس الجمهورية او بيبقى رئيس الوزراء هو اللي بيبقى انجح في الانتخابات كان يهودي كان عربي كان مسلم كان مسيحي كان يهودي دولة بتختار ودولة علمانية ما فيش حاجة اسمها سيادة الدين لانه اسرائيل دولة دينية اللي موجودة لدي دولة دينية مهم وده الحل اللي كان حتى كان واحد من القيادات فلسطينية المهمة كان مصطفى برغوثي بيكلم عن ده طول الوقت لكن دلوقتي الكلام على دولة حل الدولتين لكن الدولة الوحيدة دي الله يعني يرحمه سيد معمر قزافي كان استعار بعنوان ومقال كتبه الفنان الكبير الوصول صلاح السعدني ربنا يدي له الصحة وطلط العمر الفنان المثقف الرائع الاروعة صلاح السعدني كان كاتب مقال في جران الدستور عندما كنت اشرف برئيسة تحريره سنة 96 عنوانه اسراطين انه ده الحل بتاع دولة ثنائية القومية يبقى فيها يهود وعرب ويبقى الدولة دي ثنائية القومية وانه تتسمى اسراطين هسمينا الاسمين هتعمل ايه في ناس يعني اسرائيل بقى لسبعين سنة في ناس تولدت فيها يعني خلاص يعني اصبح امر لابد من النظر اليه على طريق جنوب افريقيا ازاي جنوب افريقيا تخلصت من العنصرية بتعايش بين طرفي الامة وفي الاول وفي الاخر برضو البيض في جنوب افريقيا كانوا جايين من هولندا كانوا جايين من هولندا وقام بقى حرب البوير وغيره وقصة طويلة يعني فاساسا مستعبارات هولندية عموما اطلع من المدخل ده الى المقال ماشا جيسين نتكلم عن منظمة حقوق انسان اسرائيلي هنا بقى سؤال يطرح البعض دايما انه منظمات حقوق الانسان لا تتوجه بالنقد ولا بالاتهام ولا بالهجوم ولا بالتعرية ولا بالفتح على ما تفعله اسرائيل في الشعب الفلسطيني او حتى داخل الحدود الاسرائيلية وانه منظمات حقوق الانسان تجامل اسرائيل وتخشاها وتعمل احسابها يمكن ربما ولا تملك حقوق الانسان منظمات حقوق الانسان الا انها تتشطر على البلدان العربية والضغط على البلدان العربية والكلام عن الضغط العربية ولما هم يكلموا عنك كلمتين لهم المفاجأة انه واضح انه محدش بيقرأ تقريحه الانسان لانه تقريحه الانسان منظمات حقوق الانسان بتهاجم اسرائيل وبعنف وبلا توقف بالمناسبة بلا توقف يعني كل سنة ست سبعة تمن تسع عشر تقارير منظمات حقوق الانسان بتهاجم اسرائيل العفو الدولية والاهم من ده كل بقى منظمة بتسليم منظمة حول الانسان اليهودية الاسرائيلية في قلب اسرائيل اللي بيكلم عنها هنا بقى المقال وبيقول انه ماشا بتقول قضايته ساعة لازوم مع المدير التنفيذي منظمة بتسليم حجاي العاد او جلعد واميت جلوتز المتحدث باسمها نتحدث عن لماذا قررت المنظمة الادلاء بهذا البيان ايه البيان بقى البيان اللي قالت فيه منظمة بتسليم وهي منظمة شغالة من سنة تسعة وتمانين نظن في اسرائيل اسرائيليين اعضاءها يعني منظمة انسان اسرائيلية بتدين مواقف اسرائيل وسائلسات اسرائيل وقرارات اسرائيل تجاه الفلسطينيين والعرب سواء اللي في اسرائيل في حدود يعني ما يسمى اسرائيل او في حدود ما يسمى الضفة وغزة فبشكل متتالي هذه التقارير بتصدرها نظمة بتسليم الاسرائيلي لكن المرة دي عملت حاجة مختلفة السنة دي يعني وقامت عملت تقرير وبيان واضح جدا بتقول ان اسرائيل نظام فصل عنصري النظام فصل عنصري ده يعني اعلى درجة من درجات الادانة والاتهام والهجوم تقول الورقة ان نظام الفصل عنصري الاسرائيلي يستند على اربع ركائز المواطنة والارض وحرية الحركة والمشاركة السياسية ازاي تقريبا يستطيع اي شخص من اصول يهودية في اي مكان في العالم المطالبة بالجنسات الاسرائيلية في حين ان الهجرة الاسرائيل شبه مستحيلة للفلسطينيين لا يوجد سوى قلة من الفلسطينيين نحو واحد وستة من عشرة مليون من اصل سبعة مليون يعيشون على اراضي تسيطر عليها اسرائيل ويعتبرون مواطنين اسرائيليين ورغم ذلك حقوق محدودة بمقارنة بسبعة مليون من اقرانهم اليهود وتنتهج اسرائيل نظامة حول الانسان الاسرائيلية بتسليم وتنتهج اسرائيل سياسة تهويد الاراضي التي تسيطر عليها تهويد الاراضي يعني جعلها ارضا لليهود بناء على مفهومها ان الارض مورد يستفيد منه عامة اليهود بشكل شبه حصري تصادر من العرب وتدي لليهود حزب ما تقول الورقة وتستخدم الحكومة مزيجة من الاجراءات القانونية الجريئة والمبهمة لنزع ملكية اراضي الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومنعون من البناء في الوقت الذي تشجع فيه اليهود على البناء لاستغلال الاراضي وعلى الرغم من ان المواطنين اليهود والفلسطينيين يستطعون السفر بحرية من وإلى البلاد وعبر الاراضي التي تسيطر عليها اسرائيل باسلسناء قطاع غزة الى ان الفلسطينيين من غير المواطنين يواجهون قيودا شديع الحركة كما يحظر رسميا دخول المواطن اسرائيليين الاراضي التي تحكمها السلطة الفلسطينية ولا يستطيع الكثير من الفلسطينيين دخول اسرائيل ذاتها والتنقل بين القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة واستغرق هذا الانتقال وقتا طويل ومرهقا وكثيرا ما يكون مستحيلا كل ده فصل عنصري زي بالزرط ما كان احياء للسود بس في جنوب افريقيا انا زرت جنوب افريقيا بعد شهور من سقوط نظام التفريق العنصري شهور مع اول سفارة مصرية اعلنت واقيمت وبدأت اعمالها في جنوب افريقيا في جوهانيس بارج او في بروتريا في بروتريا لا في جوهانيس بارج المهم يعني وشوفنا بقى اللسه كان يعني العنصرية ببكرتها لسه محدش اشتغل عليها ولا عمل انهاء الاحياء والمزج السود مع البيض لا وتشوف بوضوح شديد جدا الفصل العنصري اللي هو ده اللي هو ده بالزبط اللي بيحصل في اسرائيل كما تقول منظمة حوال انسان الاسرائيلي يبدو ان بيتسليم هي اول منظمة حقوق انسان يهودية اسرائيلية تستخدم مصطلح الفصل العنصري للاشارة للنظام الاسرائيلي باكمله على الرغم لان النشطاء الفصلية استخدمونها منذ السنوات يمضي المقال في تقديم الورقة والبيان والادانة المزهلة اللي عاملها منظمة بيتسليم لاسرائيل لبلدها لحكومتها لدولتها مم ورغم طبعا بطبيعة الحال انه اسرائيل بترفض هذه الادعاية الكاذبة الواردة في الورقة والبيان وتدين بيان منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية ما الى ذلك الى انه العالم المجتمع الدولي كله طالما اسرائيل زي ما بيقول هنا في التقرير السيدة ماشا طالما اسرائيل مش حتى يفط تقول لليهود فقط او يفط انه ممنوع دخول الفلسطينيين فبالنسبة للمجتمع الدولي ما فيش فصل عنصري بينما ده ارخص نوع من الفصل العنصري الى كنت تحط يفط المنظمة بتقول ومن ثم ماشا بتشير ومن ثم المقال بيعلن ومن ثم نيوركر الامريكية بتقول انه المجتمع الدولي شريك في الفصل العنصري في اسرائيل وتدين موقف المجتمع الدولي ازاء هذه الفرجة على ما يحدث من دولة للفصل العنصري اسمها اسرائيل